من واشنطن ينضم إلينا مراسل الغد عمر محمد عمر آخر ردود الأفعال على تصريحات بومبيو المثيرة للجدل وهل نتوقع أن تحدث مفاجأات؟ أهلا جمانا بدءا هناك تصريحات منددة بما جاء على لسن مايك بومبيو بأن انتقالا سلسا سيكون للإدارة الثانية أو للفترة الثانية لحكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيون وفي مقدمتهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ شاك شومر قال يجب التوقف عن هذه الأكاذيب وهذا أيضا ما تحدث عنه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي عن الديمقراطيين وأيضا السيناتور الجمهوري سابق وليام قاهن وهو وزير الدفاع في فترة كلينتون قال يجب أن يتوقف عن هذه الألعاب ووصف ما يجري بأنه مضي باتجاه الدكتاتورية أو تصرف دكتاتوري من الرئيس ترامب وإدارته نعم هذه أبرز التصريحات التي جاءت من الكونغرس الأمريكي من الجمهوريين والديمقراطيين لكن في ذات الوقت ما دعاني الإجراءات القانونية والطعون التي قدمها المعسكر الجمهوري عمر نعم الطعون القانونية ماضية إلا أنها رفضت بثلاثي ولايات رفضت في ميشيغان ورفضت في جورجيا لكن في بنسلفينيا دعا المدعي العام في أوهايو بولاية أوهايو دعا محكمة بنسلفينيا العليا إلى إلغاء الثلاثة أيام الإضافية التي أضيفت على الثالث من نوفمبر بشأن التصويت أو الاقتراع عبر البريد هناك إحصاء آخر أو استطلع رأي آخر يقول أن 72 من الجمهوريين يقولون أن هناك خلل ما حصل في الانتخابات و78% منهم من 72 جمانة يقولون أن المشاركة الكبيرة أو الضغط الكبير ببطاقات الاقتراع عبر البريد تسبب بتزوير بهذه الانتخابات دونالد ترامب يحاول جمع 60 مليون دولار لحملته القانونية تجاوز الآن 50 مليون دولار بالطريق إلى 60 مليون دولار وأكثر من 400 موظف يعملون بهذه الحملة القانونية حتى الساعة نعم عمر محمد مرسل الغد كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر